لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور التالتة والنهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيان فيما يتعلق بكارلوس كيروش وما يتعلق أيضا بمباراة مصر والسنرال الاتحاد المصري قال إنه منح كارلوس كيروش أجازة لحين الفصل أيها خليني أقرأ لحضراتكم كده هو على الشاشة كارلوس كيروش يقدم تقريره للاتحاد المصري لكرة القدم معلم يمنحه أجازة لحين الفصل في شك والإعادة عقد مجلس دارة الاتحاد برئاسة أساس جمال علام جلسة مع كارلوس كيروش ومدير الفاني المتخب مصر بحضور كابتل محمد بركاته عضو المجلس والأساس وليد العطار مدير التنفيذي قدم خلالها كيروش تقريرا مفصلا عن رحلة سنغال والأحداث المصاحبة للمباراة بالإضافة إلى التقرير الفاني واتفق مجلس دارة الاتحاد خلال الجلسة على حصول كيروش على راحة سلبية والسفر إلى بلادي لحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة للتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم والخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بعد الأحداث المؤسفة التي شاهدتها بمباراة الإيابة التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي ده بيان اتحاد الكرة والحقيقة أنه إحنا كنا انفرضنا في الحلقة الخاصة اللي عملناها من الدوحة أول مبارح باللقاء كان مهم هو الأول للأستاذ جمال علام بعد حضور كونجرس الفيفا وبعد تقديم الشكوى الرسمية حيال الراجل كان بتكلم فيه جزئية نفس الجزئية بالضبط اللي هو هنعود ونتكلم مع كيروش ونشوف الأمور طبع عاملة إزاي هل هو دلوقتي بالنسبة لنا في فترة أجازة وإن احنا شغالين على الملف حيال الراجل وجه رسالة وهذه الرسالة هي رسالة يعني قائمة حتى الآن أي شخص لدي ما يعزز ملف مصر في جزئية المباراة الراجل طلب أنه يتم إرسالها لالتحاد المصري لكرة القدر ولما سألته طب إيه السبب ما أنت خلاص قدمت الملف بتاعك ومدعم بالأسانيد ومدعم بالجزئيات اللي ذكرها تفصيلاً يمكن إحنا البرنامج الوحيد اللي ينفرد بكل التفاصيل اللي حصلت منذ وصول بعثة منتخبنا الوطني حتى راحلها عن السنغال والاحتكاكات اللي حصلت بالجماهير والقصف الأوتوبيس اللي فيه جمهورنا بالحجارة والأمور اللي شبه كده وتعرض لعبتنا لمشاكل وأزمات كتير إنما الجديد كمان في الجزئية سألت لما سألته وقلت له طيب يعني خلاص ما أنت بعدت الملف فقال لأ أنا عايز كل ما يدعم الملف يعني لأنه فيه درجات تقاضي مختلفة فقال عايز كل ما أروح لدرجة تقاضي أعلى بخلاف درجة التقاضي الأولانية أكون أو يكون الملف عندي بيزداد جدية وتزداد التفاصيل اللي موجودة فيها علشان تدعم أسانيد الاتحاد المصري اللي كنت قد هذه كانت رغبة الأستاذ جمال علام وهكذا تحرك الاتحاد المصري لكرة القدم فيه الملف ده لحد دلوقتي خلينا أقول لك إنه ما حصلش جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحد دلوقتي ما حصلش أي رد الكاف قال لك أنا ما ليش دعوة طب تكلمني في إيه أنا ما ليش دعوة روح كلم من الاتحاد الدولي طب روحنا وكلمنا الاتحاد الدولي اللي عرفوا إنه الفصل في هذه الأمور بيكون سريعا بلوة سريعا جدا جدا تاني وتالت ورابع أنا كإعلام مصري أنا كاتحاد مصري معني بالضرورة بالبحث عن الحقوق تحقي وطالما أنا تعرضت وطالما أنا تعرضت لمشكلة زي المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها ديت أعتقد لو احنا كنا في الموقف المعاكس المنتخب اللي قدامنا كان حيبتدي يتحرك بدرجات معينة علشان يبحث عن حقه ولذلك اتحاد الكرة بيتحرك فيه الجزئية ديت فتاني وتالت ورابع بنقل اللي قالوا بالضبط لأساس جمال علام واللي بيأكدوا عليه النهاردة لاتحاد المصري للكرة القدم إنه إذا كان أي شخص صافر إلى هذا اللقاء ولديه من الأسانيد أو الملفات أو الفيديو يعني عشان بس أبسطة فيديو عنده فيديوهات عنده ما يؤكد ويثبت الاعتداءات اللي حصلت على لعبة منتخبنا الوطن وعلى الجماهير وما شابه يرسلها إلى الاتحاد المصري للكرة القدم دي الجزئية اللي النهاردة تكلموا فيها الاتحاد الكرة أتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه الملف اللي بتحرك فيه مصر يكون ملف فيه تفاصيل وتاني وتالت ورابع أنت كإعلام بتعمل اللي عليك وأنا قلت إنه مسألة إن أنا عشي مك أقولك المطش هيتعاد ولا لأ مش بتاعتي وأنا قلت برضو قبل كده إنه أهم حاجة إنك بتدور على حقك وبغض النظر عن المبررات لأنه لما تيجي تتكلم فنان وتيجي تتكلم فيه أمور تانية لكن إنت بتدور على اللي ليك في القصة كلها اللي إنت عايزه من القصة كلها طيب دي التفاصيل المتعلقة بالاتحاد المصري للكرة القدم خلونا أروح لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل ولسه عندنا أخبار فيه جمهور التالتة خليكم معنا